سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بالعلاج الشيب وغادي تكون لتخلص من الشيب المبكر والشيب القديم اللي تكون في الشهر في سن 50 60 40 70 تكوننا تنعفوا من سن 40 أو سن 30 تبدأ تشيب بكم يقليل حتى غادي وكتساعتها كي يولي بشكل كبير بزاف عند رجال وعند نساء اليوم غادي نتخلصوا منه بوحد الخلطة غزالة بالأحشاب الطبيعية ولا أرواع وهذي يكون فيها مكوين رئيسي كما لحظوه في الصورة المساغرة دي لها الفيديو وهو الزيت الرومي أو زيت الطبخ أو زيت الأكل هذا زيت هذا اللي بنات زوين بزاف عنده فوائد كثيرة بزاف من ما كنستخدموهش في الوصفة الطبيعية صراحة كنحاولو نبعدو عليه كنستخدموه في الأكلات والشيوات الحلويات وبسبب دي الأمور ولكن تنسوه في الجمال الطبيعي وإنما اليوم غادي نحضروا لكم بوحد الوصفة غزالة اللي جربتها شخصياً بالزيت الرومي كما تنقولولي إحنا ولا الزيت الرومية أو ما يعرف بزيت الطبخ أو زيت الأكل لعلاج الشيب وبمكونات اللي هم أعشاب طبيعية ولا أرواع قبل ما مشوا نتعرفوا على مكونات الوصفة طريقة تحضيرها عفوا يعني استعمالها وتطبيقها أريد أن أرحب بجميع المتسبعين وبجميع الناس ونقول لكم مرحبا بكم وألف مرحباي لكنت أول مرة كتزوروني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زل جرس خليوا لينا تعليقاتكم اقتراحاتكم استفساراتكم الأسئلة ديلكم وكل ما كيتعلق بكم خليوا لينا في كامونتاغ أكيد كنرحب كل تعليقات ديلكم دعوتكم حبيباتي حتى هي كتزيد تشجعني تزيد تحفزني باش نزيد ان شاء الله نقدم كل ما هو جديد في الوصفات الطبيعية وكل ما هو غيفيدكم وتستفدوا منه سواء بالقليل أو لا بالكتير المهم عندي أنا هو الاستفادة وبسم الله على بركتي الله غامشوا الآن باش نتعرفوا على مكونات الوصفة غيره وما تنسونيش باللايك اللايك اللايك وسبغتاجوا هذا الفيديو مع الأحبابي لعجبكم أكيد فأول مكونا غنحتاجه هو الزيت الرومي أو الزيت الأكل أو الزيت الطبخ أي زيت عندك في البيت ديلك هو زيت يعني كما كان قوله للطبخ فاستخدمي ماشي بشرط واحد نوعية ولا حوة أحد الماركة لأنه بزاف النساء كيسولوني على الماركات أو للنوعيات رمتيهم مش نوعية تقدر متيهم زيت رومي أو زيت الطبخ هو من النوعية الجيدة أو الممتازة على حسب كل سيدة وكل شخص وشنو كي يستخدم هاد الشي اللي كين وهاد المسألة هي اللي خاصها تكون أنا غنستخدم معاكم إن شاء الله إما هاد الزيت هاد الي هو ويلور يعني زيت نوار شمس كنات عارفو هاد الزيت هادي زوينة بزاف لبنات عندها عدة فوائد وعدة مزايا أو استخدم معاكم هاد نوعية أخرى كنستخدمها أنا للطبخ وهادي تاي كنستخدمها للطبخ ولكن كنخلي هاد الزيت الرومي عفوا زيت الرومي ويلور أو لا نوار شمس غير الوصفات الطبيعية لأنها زوينة بزاف كتنفع وكتعاج تساقط وهي أحسن زيت ممكن ترتب بها الشعر ديالك لأنه ما فيها شريحة ديال الزيت الرومي بزاف للناس يتن تيقولوا لي باش تنصحينا إن زوينة طبيعية تنصحينا رطبوا بها الشعر ديالي ما تخليش لنا رائحة فهاد الزيت هادي أخوديها ما غاديش تندمي جر بها هادي تعجبك إن شاء الله بالنسبة لمكونات التانوية اللي غادي نحتاجوا غا تحتاجي معايا الطين الأخضر عاوض ما نستخدموا الحنة لأنه الأغلب يدي النساء غادي يقولوا لي ما حبيناهاش ما بغيناهاش ما كانش عليك تستخدميها فأكيد تحت طلباتكم حبيباتي ما عملش لكم الحنة عملت لكم غير الطيل الأخضر هذا راح زوين بزاف هو سميته زوين وفعلا زوين هو يعني كيتستخدم لتبيض البشرة وكيتستخدم عبارة عن قناع للواجه وكيزو البقاء وكيعلج تجاعد يعني زوين بزاف ولكن اليوم إن شاء الله غا نحتاجوه للشعر هتحتاجي منه كيمية هدي تبقى معايا إن شاء الله على الشعر ديالك ولساشي دياله ولساشي كيجيب هاد الشكل ونسلي كتسوني على الثمن فاوك يدير 1-4 أو 5 درام ما تلقي عند العثار يعني الثمن مناسب وفوائدو زوين ورائع الشعر كيرتطب الشعر أيضا بالنسبة لتاني مكوين غا تحتاجي معايا معلقة كبيرة دي الحبة السوداء أو لحبة الباركة بودرة عبارة عن بودرة كل العناسر اللي عندي هما عبارة عن بودرة وغنوريكم الحبة السوداء لأنه بزاف الناس من الدول العربية يتسألوا في تعاليق على شكل الحبة السوداء ورينيك كيفش عملها للحبة السوداء بغينا نعرفوها ها هي البنات هذه هي الحبة السوداء أو ما يعرف بحبة الباركة أو الشانوج فكتجيب هاد الشكل هادا حبة الباركة زوينة عند عدة فوائد وعدة مزايق نسحبها وبشكل كبير تبقى وتستخدمها لعلاج شيب وعلاج عدة مشاكل أخرى من غير شيب ستحتاجي معي إن شاء الله وحد معي القهوة صغيرة سأخذي أي قهوة عندك هنا عندي أسطا ويمتي اللي حبيتي استخدميه وغادي تحتاجي معي إن شاء الله إلى القرنفول بودرة يعني كمية دي القرنفول وآخر مكوين معنا في هادلاغوسيت هو الكاكا والمر بالنسبة الكاكا والمر أنا كيعجبني صراحة وكندخله في بزفة الوصفات الناس لي ما كيبغيوش مثلا الكاكا والمر فممكن ما تستخدميش تعوضيه مثلا بمكوين آخر بشوفان بودرة أو الطيل أبيض أو أي حاجة أخرى ولكن أنا شخصيا تعجبني بزف وكنفضله والرأي حديلوك تعجبني في الشعر لك شعلاش غادي نستخدموه معاكم وهدو هما المقادر يعني الحمد لله بسيطة والسائل الوحيد اللي غنخلطه بكل هاد المقادر هو الزيت الرومي أو زيت الطبخ ببغيت ندخل لكم حتى مكوين آخر باش الوصفات تبقى بنية 100% على المكوين الأساسي اللي في صورة نوص غردي لهاد الفيديو هو زيت الطبخ أو زيت الأكل يعني تبقى من 100% كتمشي غير في هاد السياق هادا وزيت الرومي اللي بنات رهزوين كان صح به السيدة يبقوا ديما يدهنوا بشعر ديالهم من ورا ما يدوشو خصوصا زيت ويلور لأنه ما فيش رائحة ديك الرائحة المعروفة ديالزيت الرومي اللي كتبقى في الشعر وأيضا فهو كيرطاب ما كيخليش دوكش ناتف عن تجربة أيضا مفيد للناس اللي عندهم الشعر المسبوق في حالي فعنا سبغى الشعر ديالي دائما كنستخدمه يعني ولا أرواع بعدو على الزيوت كاملين وجربوا زيت ويلورير وسبوع ورجعوا الفيديو كسبوا لنفتها عليك فجازكم الوصفة ندزل طريقة تستحضير باش ما نتوش عليكم كتر حبيباتي فبسم الله هدي ناخد إناء وغادي نضيف له كمية ديالحبة السوداء مقدار ملعقة أنا من عشاق الحبة السوداء أيضا ملعقة من الطين الأخضر ممكن تعويضه بالطين الأبيض طين الأبيض حتى هو ورا كيتبه عند العطار كيجيب في هذا الشي هذا كين الخضر والبيض على ما أعتقد كين حتى الحمر يعني كلهم زويني اللوجه وهدو جوج كيتستخدموا للشعر يعني البيض والخضر الغسول الأبيض زوين والطين الأخضر الزوين هذا غسول وهذا طين وبجوجهم كيصلحوا لبسرة الوجه وحتى للشعر أيضا وكيعملوا غربعة أو خمسة درام مغربي يعني تمانجيد مناسب وهدو هما الفوائد دياله وبنسبة السيدة اللي كيبغوا كده يستفدوا غادي نضيف معكم إن شاء الله حد ما يلقى ديال القهوة إلا عندك ديال العبار استخدميها قرونفل قرونفل زوين بزاف لعلاج الشيب وعلاج عدة مشاكل مشاكل فوكي عالج تساقط الفراغات بزاف ديال المشاكل أخرى كتحاولي تخلطي هاد المكونات مع بعضهم البعض وكده فيك آخر مكوين فهد لغسيت هو الكاكاو المر كيما قلت لك إلا ما حبيتيش فممكن ما تستخدميش ولكن أنا ملع الشاق ديال الكاكاو فغادي نستخدموه كتحاولي تخلطي هاد المكونات مزيان مع بعضهم البعض اوضفي لهم كمية من الزيت الرومي او زيت نباتي او النباتي فغا نستخدم معكم انا هنا ويلور او زيت نوار الشمس فبسم الله هاد ينحول بعد انخلط نشوف وش المكونات تجمعو إلا ما تجمعوش هاد ينزيد نضيف كمية من الزيت الرومي او زيت نباتيه الوصف خس تكون جارية ما تكونش عاقدة بزيف تكون جارية نوعا ما فぁاد ينزيد ان نضيف لها كمية منزيت نباتية نضيف لها كمية الحبة السوداء كاملة وكمية يلطين الأخضر كاملة حتى وكمية 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 نضيف وكمية اضف الوجه وكمية تطبيقها تضيف تحفز الشعر نعمل بلاستيك غذائي تدريسة بعد غسلها بصحة وراحة وشعرهم جاف بزيته كيفما كان عمل أنا شخصيا لأنه نوعية شعر جاف كما يعرفون الناس القدم في القناة فأمني كان خرج من الدوش كان نشف شعري مزيان وكان زيته بزيت ويلور رخزة لي البنات غير جربوها على ضمانتي وكانت هذه هي الوصفة ليومنت من أنها ناس الإعجاب ديلكم وستفتوا منها سواء بالقليل أو بالكتير المهم هو الاستفادة حبيباتي شكرا لكم على حسن تتبعكم وعلى دعمكم المتواصل لا تنسوا الاشتراك تفعلكم ونزل الجرس بختجوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ونشوفكم في فيديو قادم بإذن الله